إلى موريطانيا أعلنت كتلة تنسيقية التحالفات والأحزاب المعارضة تراجعها عن قرارها الرافض للمشاركة في الحوار المرتقبي بعدما أعلنت الحكومة الموريطانية أنها لا تعترض على التسمية ولا تضع ثقفا لها التفاصيل في الموضوع مع مراسل الوطنية من موريطانيا عبدالله أنبات الحوار والتشاور وجهان لعملة واحدة أبدت منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية استعدادها التعامل بها إعلان جديد عن انفتاح مشروط على الحوار هو تطور جديد في مسار العلاقة بين الحكومة والمعارضة أتى بعد مسار متعذر طويل من التشاور على ما هو قائم من خلل الدنيوي في بعض المؤسسات الداخلية للبلد هو الذي حالا بحاجة إليه البلد حاجة ماسة الحكومة الموريطانية أبدت استعدادا لما قالت إنه مقترح لقوى سياسية متعاهدة في الآن ذاته أنها لن تحدد سقفا تاركة الأمر لمن سيشملهم الحوار هذه القوى السياسية كاملها طالبت كلها في وذايق ومنفرد وبعض وذايق اللي مشاورين فيها منهم يعدلوا تشاور حول مواضيع معينة فقامت رئيس الجمهورية صرح وقالا هذا التشاور أن ينباركوا وأن ينباركوا لأنه لا سقف فيه للناس اللي تبقي تشارك فيه ولا سقف فيه للمواضيع للك السقوف لا يتحددهم لا القوى السياسية لا أحزاب والقوى السياسية يأتي الحوار أو التشاور المرتقب في ظل وضع سياسي واجتماعي حرج تمر به موريتانيا مشهد يكتنفه الغموض مر بمحطات لافتة أبرزها ملف الرئيس السابق المعنون تحت محاربة الفساد والذي يطرح إشارة استفهام كبرى عن موقف القوى السياسية المؤيدة للرجل هل ستنخرط في الحوار ترجمة نانسي قنقر